موضوعنا التالي من حضر موت بعد أن ضاقة بها الحال بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة احتجت بطريقتها حيث افترشت هذه المرأة الأرض مع أطفالها الأربعة بديس المكلة ورفعت لوحات كتبت عليها عبارات تشكو فيها وضعها المعيشي وأنها لا تمتلك قوة يومها وتنادد بالغلاء وانقطاع الكهرباء وانهيار العملة الوطنية هزت الصورة مشاعر أبناء حضر موت مشاهدين لتجسد مشهدا مؤلما ومؤثرا في آن واحد وشهدت تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ومن تلك التفاعلات اخترنا لكم ما كتبته الناشطة الحقوقية عائشة الجعيد والذي كتبت قائلة امرأة وأم عظيمة من مدينة المكلة حضر موت جنوبي شرق اليمن أخذت أطفالها ونزلت قعدت في نص الشارع تحتج وتعلن أنهم جوعانين ومعدمين بدل ما تروح تشحت بهم عرضوا عليها سلة غذائية فرفضت اتلمت الناس حولها وجلسوا جنبها وقفلوا الطريق مش عارف أقول كلمة بحق شجاعتها ولا عارف أقول كلمة بحق جشع وجبن حيتان السلطة هذا الموقف لازم يتوثق وينتشر ويتعمم لازم نفضحهم أما محمد الحاج فقد تفاعل قائلا ألا تخجل من نفسك انظروا لهذه الصورة جيدا والله لو كان جبينك يعرق ولو كانت لديك ذرة من مسؤولية وكرامة لما نمت قارير العين وهذه المرأة الحضرمية ما زالت جائعة تفترش الشوارع تبحث على ما يسد جوعها وجوع أولادها وأنت تحتى يدك أموالها وأموال الألاف الجوعة وتنفقها في مشاريعك الوهمية والسرابية أما أحمد بعباد فقد كتب قائلا هذه الثائرة الحضرمية أم أحمد التي خرجت إلى الشارع في المكلة واعتصمت وسط الشارع معلنة تمردها على الوضع في حضرموت لقد رفضت هذه العفيفة كل المساعدة ولم تأخذ من أحد بل قالت إن خروجها إلى الشارع من أجل إيصال صوت الناس الغلابة الذين لا يجدون أبسط مقاومات العيش لله درك أيتها المقاومة الإعلامي محمد اليزيدي كتب قائلا مقور على هذه المرأة في المكلة اللي أخرجها وأطفالها الجوع قلة الحيلة وهي واحدة من ألاف الأسر تمر بنفس الوضع الصعب هي لم تخرج للتسول بل خرجت لاستنهاض همام الناس وتعاري الفساد الذي بات غولا يخنق الناس مقهور كمان من هذا الحشد اللي التف حولها فقط من أجل يتفرج دون أي حراك رحلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر